المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفخاي مدلبليت في رسالة للمحكمة الإسرائيلية العليا إنه لا مجال لإلغاء الاتفاق الاتلافي الذي توصل إليه نتنياهو وغانس عقب التعديلات التي أجريها على بعض بنوده هذا وأبلغ كل من حزب اليوكود وكحول لفان المحكمة العليا عن إجراء تعديلات في بنود الاتفاق منها تقليص مدة تعيين مسؤولين بالأجهزة الأمنية وإلغاء فترة تجميد التشريع وسن القوانين فيما تعطى الحكومة الأولوية باتخاذ القرارات المتعلقة بمواجهة كورونا خلال الأشهر الستة الأولى من عملها من جانبهم تحفظ القضاء خلال جلسة المداولات على هذه البنود معتبرين أنها غير مرتبطة مباشرة بمواجهة الفيروس وعمل حكومة الطوارئ يشار إلى أن مند لبليت أخطر المحكمة الإسرائيلية العليا في وقت سابق بعدم وجود أي مانع قانوني من تولي نيتنياهو رئاسة الحكومة الجديدة